كل يوم كل لحظة هناك أنباء كثيرة جدا حول مفاوضات إنجليزية لضم عمر مرموش وعندها إنجليزية كثيرة الصحافة الإنجليزية لا تتحدث الآن سوى عن عمر مرموش عمر مرموش مستمر معين تراغت فرانكفورت أفكاركم أن يتم التجديد لعمر مرموش أم سيرحل عمر مرموش في القريب العاجل سواء في الانتقالات الشتوية أو في الانتقالات الصيفية في نهاية المطافة كما رأينا التطور الكبير الذي عليه عمر مرموش وكيف طور نفسه في الوقت الحالي وخاصة هذا الموسم وكيف يحرز ويصنع الأهداف نحن في حديث مستمر مع عمر مرموش ونرى أنه سعيد جدا بالتواجد معنا وباللعب لأينترخت فرانكفورت وأرى هو سعيد جدا أيضا بالاستمرار معنا ونحن نرى أنه لم يصل حتى الآن لآخر تموحاته ولا أعلى أعلى مستوياته الفنية ونساعده دائما في تحسين مستوى وتطويره وبالتالي نحن أيضا سعداء جدا بتواجده معنا وبناء على ذلك لا نرى أي سبب لانتقال عمر مرموش لأي من الاندية ولا نرى أن وجود أي سبب لأي تكهنات هل بالفعل رفضتم عرض من نادي نوتينجهام فورست في الصيف الماضي أو فضلت الانتقالات الأخيرة كان يطلب النادي ضم عمر مرموش هل رفضتم هذا العرض بالفعل؟ كما ذكرت أنه كان هناك اهتمامات كبيرة بعمر مرموش من قبل أندية أجنبية كثيرة فهذا طبيعي جدا وخلال الانتقالات الصيفية الماضية كنا دائما في تواصل ومحادثات مع اللاعب ومع وقيلة وتوصلنا بأننا جميعا نريد أن نعمل على تطوير وتحسين أداء اللاعب ونصنع ذلك سويا وننجح أيضا سويا وقررنا وكما قال لنا عمر مرموش أنه من الوارد أن يخرج هذا الموسم أيضا عمر مرموش الآن في صدارة هداف البونز ليجا الدوري الألماني هل تتوقع في ظل منافسة كبيرة مع كثير من اللاعبين المميزين في الدوري الألماني أبرزهم طبعا هاريكين واحد من أكبر هدافين عالم أن يبقى عمر مرموش في صدارة هداف الدوري الألماني لازم ننتظر ونرى ولا نستهاجل وكما قلت وذكرت أن في الدوري الألماني هناك مهاجمين جيدين كثيرين ولكن في الوقت الحالي عمر مرموش يقدم مستويات عالية وأرقام كبيرة على مستوى إحراز الأهداف والصناعة فهي أرقام استثنائية ونتائج ومستوى عالي فالموضوع ليس فقط هو صناعة أهداف وأحراز الأهداف فهناك أشياء مهمة جدا لنا يمتلكها عمر مرموش ويقدمها فهو لاعب مكتهد جدا ويساعد الفريق بشكل عام لاعب سريع جدا ولديه إمكانيات عالية طب ذلك باكج كامل ومهم جدا لنا كفريق علاقتكم مع المنتخب المصري والتواصل مع المنتخب المصري في السيف الماضي تحديدا في شهر يونيو الماضي أجرى عمر مرموش عملية جراحية في يده وتغيب عن معسكر منتخب مصري في مباريات تصفيات كأس العالم هل كان من الممكن وقتها تأجيل هذه العملية الجراحية؟ كنا دائما في تواصل مع الجهاز التوبي لمنتخب مصر فالإصابة كانت معقدة جدا وتتطلب للأسف إجراء عملية سريعة ولكن قررنا مع اللاعب بأنه لا بد من إجراء العملية بشكل سريع لكي نتجنب تفاقم المشكلة وهذا ما حدث في الصيف الماضي وتمت الرعاية والمتابعة من قبل المنتخب المصري بشكل كبير وحاولنا بأن نسترد اللاعب بالسرعة فالأمر هنا حول مستقبل اللاعب مصري ورأينا أن كل ذلك لم يؤثر على مستوى اللاعب بالعكس في الصيف ساعد ذلك في شفائه وتأهله بسرعة وبنجاح كبير واستطاع أن يعود ويلعب بشكل جيد ويحرز أهداف ويعود مرة أخرى في سبتمبر وأكتوبر لصفوف المنتخب المصري عايزك أروح معاك في زاوية أخرى وهي التطور الزهني والعقلي عند عمر مرموش بجانب الأمور الفنية طبعا والبدنية واضح أنه هو كمان زهنيا وعقليا تطور بشكل كبير جدا دور انتراكت فرانكفورت أنه يتعامل مع اللاعب على المستوى الزهني خاصة أننا هنا في مصر نتحدث دائما وأبدا أن هذا ما ينقصنا هناك الكثير من المهارات عند اللاعبين المصرين بس ينقصنا هذه الجزئية كيف عملت مع عمر مرموش وشفت فيه إيه ساعد على هذا نعمل دائما على وضع اللاعب في مركز خاص بنا مع خبراء في كرة القدم ومدربين ومساعدين لمدربين فهم مدربين أداء وأحمال ويدور الأمر أيضا حول التغذية الجيدة والنوم الكافي والنوم الجيد والصحة الذهنية لللاعب وحول أيضا الضغوطات اليومية وكيفية التعامل معه فالضغوطات اليومية لللاعب في تزايد بشكل مستمر فمن هنا نعمل على مساعدة لاعبين في أن نضعهم على الطريق الصحيح وتطوير كل ذلك بشكل احترافي وهذا ما ساعد في تطوير عمر مرموش بشكل كبير فهو لاعب مهم جدا وعامل مهم جدا لنا كفريق وللجميع هنا الجميع هنا يحبونه وهذا ليس فقط بسبب إنجازاته ومستواه الفني بل أيضا بسبب سلوكه وتصرفه الجيد جدا معنا جميعا